بسم الله الرحمن الرحيم استكمالا للحديث عن أرقان عقد الشركة نتحدث عن الأرقان الموضوعية الخاصة لعقد الشركة وفي البداية قبل الحديث عن الأرقان الخاصة لعقد الشركة نفرق ما بين الأرقان العامة والأرقان الخاصة فالمقصود بالأرقان العامة أي الأرقان التي يشترت وجودها في أي عقد سواء كان عقد شركة أو عقد غير شركة فالأركان الموضوعية العامة التي سبق أن تحدثنا عنها في المحاضرة السابقة يشترط وجودها في عقد الشركة عقد البيع عقد الإدارة وغيرها من سائر العقود الأخرى أما الأركان الخاصة فهذه تعتبر خاصة بعقد الشركة فلا يشترط تواجد مثل هذه الأركان إلا في عقد الشركة فقط وهذه الأركان هي أربعة الركن الأول وهو تعدد الشركاء الركن الثاني وهو تقديم الحصص الركن الثالث وهو اقتصام الأرباح والخسائق أما الركن الرابع فهو نية المشاركة فنبدأ بالحديث بالتفصيل عن كل ركن من هذه الأركان أولا تعدد الشركاء يعتبر تعدد الشركاء هو الأساس الذي قامت الشركة من أجله ولولا احتياج الشخص إلى آخر يسانده ويشترط معه في بزل المجهود للنهوض بالمشروع أو لتحقيق الغرض الذي إنشأت الشركة من أجله ما كان هناك حاجة لإنشاء الشركة وأقل عدد يصدق عليه لفظة عدد الشركاء هو إثنان فلا يمكن أن توجد شركة بين عدد أقل من إثنين فإذا قل هذا العدد لأي شكل من الأشكال في أي وقت من أوقات حياة الشركة أدى ذلك إلى إنقضاء الشركة إلا أن هناك بعض الشركات تشترط عددا أو حدا أدنى لعدد الشركاء فيها مثل شركة المساهمة فالحد الأدنى لعدد الشركاء في شركة المساهمة هو خمس شركاء فإذا وصل عدد الشركاء أو قل عدد الشركاء عن خمسة شركاء سواء وقت تأسيس الشركة أو أثناء حياتها أدى ذلك إلى إنقضاء الشركة كذلك هناك بعض الشركات لم تضح حدا أدنى لعدد الشركاء وإنما وضعت حدا أقصى لعدد الشركاء مثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة فالحد الأقصى لعدد الشركاء فيها هو خمس شركاء هو خمسين شريكا فلا يجوز أن يزيد عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن خمسين شرك أما بالنسبة للركن الثاني من الأرقان الموضوعية الخاصة للشركة فهو تقديم الحصص فتقديم الحصص هو أساس التكاتف والتعاون فيما بين الشركاء في القيام بأعباء هذا المشروع والحصص التي يمكن تقديمها في عقد الشركة هي ثلاث أنواع من الحصص فإما أن تكون حصص نقضية وإما أن تكون حصص عينية وإما أن تكون حصص عمل الحصص النقضية وهي المال فهل يشترط أن تكون الحصص النقضية بنقض البلد أي نحن الآن في المملكة العربية السعودية وهي تتعامل بالريال فهل يشترط أن تكون الحصص التي يقدمها الشركاء في الشركة بنقض البلد بالريال السعودي في الحقيقة لا يمكن أن تكون الحصص النقضية التي يقدمها الشركاء بعملة أخرى غير نقض البلد لكن يشترط أن تكون هذه العملة متداولة في البلد هذا هو الشرط الوحيد أما بالنسبة للنوع الثاني من أنواع الحصص فهي الحصة العينية أمثلة الحصة العينية كأن يدخل أحد الشركاء بعقار أو بأرض فضاء أو بآلات أو ببراءة اختراع أو بعلامة تجارية إلى غير ذلك من أنواع الحصص العينية والحصة العينية التي يتم تقديمها كحصة في الشركة إما أن يتم تقديمها على سبيل الإيجار أو على سبيل التمليك وتظهر أهمية تفرقة ما بين تقديم الحصة العينية على سبيل الإيجار أو على سبيل التمليك في الشركة فيما إذا هلكت هذه الحصة أثناء حياة الشركة فمن المسؤول عن تعويض الشركة عن هذه الحصة التي هلكت فإذا كانت الحصة مقدمة على سبيل الإيجار أي أن الشريك سوف يسترد هذه الحصة العينية في نهاية عقد الشركة فإن الملزم بتعويض الشركة أو بتقديم حصة عينية أخرى هو الشريك الذي قدم هذه الحصة العينية على سبيل الإيجار أما إذا كانت الحصة العينية مقدمة للشركة على سبيل التمليك فإن الذي يلزم بتقديم حصة عينية أخرى هي الشركة ذاتها لأن الشريك الذي قدم الحصة العينية على سبيل التمليك بما أن هذه الحصة قد خرجت من زمته ودخلت في زمة الشركة زابت ملكيتها في الزمة المالية للشركة وأصبحت مملوكة للشركة وليس لهذا الشريك وهناك سؤال دقيق جدا وأرجو من السامع الكريم أن ينتبه لمثل هذا السؤال ما الفرق بين تقديم الحصة العينية على سبيل التمليك أو الإيجار في الشركة وبين تأجير أو بيع عقار للشركة دون أن يكون الشخص شريك في الشركة يظهر الفرق هنا في أن الشريك بحصة عينية لا يحصل على مقابل للحصة العينية التي قدمها إلا إذا حققت الشركة أرباح فإذا لم تحقق الشركة أرباح فلن يحصل هذا الشريك على مقابل لما قدمه أما الشخص الذي يؤجر أو يبيع للشركة فهذا سوف يحصل على مقابل للحصة التي أقرها أو بيعها للشركة سواء حققت الشركة أرباح أو لم تحقق الشركة أرباح أهم النوع الثالث من أنواع الحصص التي يمكن تقديمها في الشركة هو الشريك بحصة عمل والشريك بحصة عمل هذا يكون يضارب على مجهوده أو يجعل مجهوده هو حصة العمل ولكن ما الفرق ما بين الشريك بحصة عمل وبين العامل تظهر الفرق ما بين الشريك بحصة عمل وبين العامل في أمرين الأمر الأول أن الشريك بحصة عمل لن يحصل على مقابل لمجهوده الذي بذله إلا إذا حققت الشركة أرباح أما إذا لم تحقق الشركة أرباح فلن يحصل على مقابل لعمله أو مجهوده المبزول أما العامل فسوف يحصل على مقابل للمجهود أو لعمله سواء حققت الشركة أرباح أو لم تحقق أرباح هذا هو الفرق الأول أما الفرق الثاني فيظهر في علاقة الشريك بحصة عمل وعلاقته بسائر الشرقاء الآخرين فعلاقة الشريك بحصة عمل بالشرقاء الآخرين تعتبر علاقة مساواة وندية فهو لا يأتمر بأوامرهم ولا ينتهي بنواهيهم بخلاف العامل فعلاقته بسائر الشرقاء الآخرين علاقة تبعية فهو يأتمر بأوامرهم وينتهي بنواهيهم المترجم للقناة